طيب اذا تقطع المستقيمان الحاملان لقطري الشكل الرباعي. عندنا شكل رباعي هو. خلاص. شكل رباعي. وده القطر وده القطر. فاذا تقطع المستقيمان الحاملان لقطري الشكل الرباعي في نقطة. في نقطة هنا نقطة ميم. اللي هي نقطة ميم دي. متوازيان في نقطة ميم مسلا. ها? فإن أضلاع تقع جميعا في مستوى 1 يبقى أضلاع الشكل ده تقع في مستوى A1 دي حالة طب يعني في حالة ما تطلعش في مستوى 1 الشكل الرباعي ألف بقيم ده الأضلاع تقع في مستوى 1 لأن ألف قيم وبهدال اللي هو هنا ألف قيم وبهدال القطرين يعني لأن ألف قيم يتقطع بهدال في ميم طيب فده شكل الرباعي الشكل الرباعي ده لما نجد نشوف أقطاره هنلاقي القطر بهدال بهدال اهو ويمتد كده ده بهدال لا يتقاطع مع مين مع ألف قيم لا يتقاطع مع مين مع ألف قيم لأنه هو أساس أن الشكله منحني يعني الشكله يعني الشكله مش مش لأنه في الفراغ إذا الشكله يبقى أضلاع ولا تقع جميعا في مستوى 1 فهنا في اللحظات ده لا يقع في مستوى 1 لأنه ده ما تقطعش مع ده فطالما دايما تقطعش مع ده يبقى إيه يبقى مش في مستوى 1 لأنه آخر آخر القطر يعني نمد القطر لفين بنمد القطر من نقطة لنقطة يبقى هنا عندك ألف قيمة هون خلاص عملناها بالنقط وهنا بهدال طب لا يتقاطعه يبقى في اللحظات ده الشكل ده ايه الشكل مش في مستوى واحد يبقى في مستوى 1 لأن ألف جيم اللي هو ده لا يتقاطع مع بهدال أو إن نقول ألف جيم يتقاطع مع بهدال يتقاطع مع بهدال في إيه في فاي في فاي يعني ما بتقطعوش خلاص وألف جيم هو بهدال وألف جيم اللي هنا وبهدال متخالفان 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 يعني بدوناش مستوى متخالفان يعني بدوناش ايه من الشكل الرباعي ده الشكل الرباعي ده اللي هو ده ده طبعا احنا قلنا الف 5 جيم دال فطبعا الشكل ده غير مش في مستوى واحد لان القطر ده ما بتقطعش مع القطر ده. دي هو حاجة. وطبعا هنا بالنسبة للشكل الف بيهجيندال هنا متقطعين في ميم يبقى ايه يبقى في شكل واحد. وبعد كده طبعا هنا المستقمات الرأسية في الفراغ بتبقى كلها متوازية. رأسية يعني عاملة زي وقايمة بينما في الوفقية مش شرط تكون زاوية قيمة. بعد كده عادنا حنشوف الامثلة بس.